موسيقى خلينا أقرأ من كورنتس الأولى لصحاح الأول وآية 18 فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء وهون يتحدث ثلاث نوعيات من الناس اللي بتسأل أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ يعني العالم؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ ثم يقول في آية 22 لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة وأما للمدعوين يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله قوة الله وحكمة الله يعني شوف بولوس الرسول مش عم بيعمل نوع من التهادن في كلمة الله بكل صراحة عم بقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين لأنه رفض فكرة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وبستمر بقول اليهود عم بيطلبوا آية واليونانيين عم بيطلبوا حكمة فبرد على اليونانيين وبرد على اليهود ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة أحبائي هذه كلمة الله بوحي من الروح القدس من اللي كاتب هذه الكلمات بالروح القدس بولوس الرسول بولوس الرسول اللي هو شاول الترصوصة بسبب تعليم الرسل في أورشاليم أول شهيد في المسيحية كان واحد اسمه استفانوس كان شماس وكان شاول راضي بقتل استفانوس وبعدين على طول بقول أنه شاول كان ينفث تهدداً وقتلاً يعني هدول جماعة المسيحيين ما فيش حل معهم إلا الإبادة وبحب كلمة ينفث عارفة بيتكلموا عن التنين اللي بيطلع دخانه نار من مناخيره بالضبط هي هاي الكلمة كأنه شاولوا الترصوصة عم تطلع عن نار مش قادر يتحمل هؤلاء الكفرة اللي عم بيقولوا أنه المسيح مات على الصليب لكن اللي مات على الصليب قام من الأموات وهو حي والأغرب بيقولوا أن هذا المسيح اللي قام ظهر للتلاميذ وهو حي إلى أبد الأبدين اشتركوا في القناة